بعد صدور قرار من وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل بإلغاء انتحانات الدور الأول لطلبة شهادة الثانوية ببلدية زوارة خرج طلبة شهادة الثانوية بالبلدية في وقفة احتجاجية على هذا القرار الوقفة كانت بحضور أولاء أمور الطلبة ورفعت فيها شعارات تندد بهذا القرار واصفين إياه بالظالم ونعتبر هذا ظلم مباشر لجميع الطلبة الذين واصلوا الليلة بالنهار من أجل تحقيق أحلامهم المتمثلة في مواصلة مشوارهم الأكاديمي من بعد التعليم التانوي ونعلن رفضنا التام لهذا القرار التعسفي في حق الطالب الطلبة تؤكد أنهم هم من يدفعون ثمن هذا القرار وأنه لم ينصفهم لا سيما بعد ما قدموه من جهد خلال عام كامل في الدراسة نبني نقول لي وزير التعليم وينك طول السنة نقروا من غير مدرس مواد نقروا فيهم بروحنا نتعبوا بروحنا المنهج كملناه في الحياش بروحنا نتمنى يا سيادة الوزير التعليم أنت تاخد قرار تاخده بضميرك وتاخده بتفكير وتاخد ما تضمش حد مش تجيه لطلبة زوارة لأنه جابوا نسبة كبيرة ما تجيش يعني طلبة زوارة لأنه نقروا يتساءل بعض أولياء أمور الطلبة هل هذا القرار درس جيدا قبل صدوره وهل سيطبق على الجميع خاصة وأن هناك من اجتهد في دراسته موسيقى